وسألت عن حكم الكدرة والصفرة التي تكون بعد الحيض المرأة أحياناً بعد نهاية الدورة الشهرية لاحياة في الدين يخرج منها ما يسمى أحياناً بالأوساخ أو ما يسمى بعض السوائل الفخينة التي تكون باللون الكدر لون بني فاتح طوخ كذا ما حكمهم؟ أعطيكم التفاصيل إذا كان متصلاً بالدورة يعني بقدم مستمر وبعد ذلك مباشرةً نزلت الكدرة والصفرة هذا كله يعتبر ضمن الحيض كله يعتبر ضمن الحيض طيب فالمرأة يعني لا تصلي ولا تصوب ولا تحلوا لفراش زوجها أما إذا انتهى الحيض انتهى ووجدت المرأة الطهر واغتسلت وصلت بعد يوم أو يومين نزلت الكدرة والصفرة هذا لا يعد حيضاً لأنه ليس متصلاً بالحيض فإذا كان متصلاً بالحيض وتشعر المرأة فيه بالمنغصات التي تشعرها أثناء الدورة الدموية هذا كله يعتبر ضمنه أما إذا كان بعد انقطاع وبعد طهر هذا لا يعتبر ضمن الدورة الدموية سواء كان في البداية أو في النهاية سواء كان في بداية الدورة أو في نهايتها نفس الحكم الذي قلناه زين ولابد من الانتباه على أن أطول مدة للحيض هناك اختلاف بين الحنفية والشافعية في هذه المسألة فعند الحنفية عشرة أيام فإذا زاد الحيض على عشرة أيام حتى لو كان دم حتى لو كان دم هذا لا يحكم بأنه حيض بعد عشرة أيام أو عند الشافعية خمسة عشر أيوماً عموماً إذا مرأة أرادت أن تقلد أبا حنيفة فاليوم الحادي عشر بإمكانها أن تغتسل وتصلي حتى وإن كان الدم ينزل تغتسل مرة واحدة ثم تصلي هذا الدم يكون ناقضة للوضوء فقط لا يكون مانعاً من الصلاة ولا من الصيام ومن قلدت الشافعية تنتظر حتى تتم خمسة عشر أيوماً لكن غالب أنه الحيض يكون أصلاً أقل من عشرة أيام طيب لكن نتكلم عن النساء التي يطول عندها بعض النساء شوية يكون عندها خربطة بالهرمونات كذا فربما يطول عندها الحيض كما تأتينا بعض الأسئلة